بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين عزيزات الطالبات أصعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة اليوم إن شاء الله سننتقل إلى المحاضرة التاسعة وهي بعنوان الكتابة المستخدمة مع الأطفال وعود من جديد بعد أن نطمئن عليكم ونقول لكم الحمد لله على سلامتكم ونسأل الله تعالى أن يقيكم شر وباء الكورونا وأن تنعموا بالصحة وعافية الأبدان اللهم بعد أما عن المحاضرة التاسعة التي هي بعنوان إن شاء الله تعالى الكتابة المستخدمة مع الأطفال أولا سنبدأ بخط النسخي ثم خط الرقاب الخط هو مهم لارتباطه بالقراءة وهو أساس رموز الكتابة التي يسجل بها الكاتب أحاسيسا وأفكاره وهو وسيلة للتعبير الصامت إذ يساعد القارئ على تذوق جمال اللغة وفي الجمال التعليمي يعتبر الخط من وسائل التعبير الكتابي ومثل سوء الخط يعني كمثل سوء الخط كمثل سوء التعبير في الكلام فكلاهما يؤدي إلى سوء الفهم والخط كذلك من الفنون الجميلة الراقية ويقدر المعلم التلميذ ذا الخط الجيد كما يسيء تقدير التلميذ ذا الخط الرديل ويستطيع المعلم في درس الخط أن يتعهد ببعض المواهب العقلية كالانتباهي ودقة الملاحظة والإصابة في الموازنة والحكم كما يستطيع تعويض التلميذ من خلال درس الخط على النظافة والنظام والدقة في العمل والمثابرة والصبر وحب التنافس وإدراك الجمال ولقد مر الخط العربي حتى وصل إلى ما هو عليه الآن بمراحل كثيرة من التجويد والإتقان والتفنن في الرسم والتشكيل واتخذ في كل مرحلة أسماء مختلفة وأنماط متباينة تعز إلى واضعه أو بلده أو شكله أو طريقة كتابته ومن أنواع الخط الشائعة خط النسخ وخط الرقع فخط النسخ أخذ هذا الشكل من الخط اسمه من كونه كانت تنسخ به المصاحف نسخ لأن المصاحف كانت تنسخ به وكل ما كان يكتب في بداية عصر التدوين ومثاله يعني قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صفحة 89 عزيزة الطالبات انظروا إلى الآية ستجدوا كيف يكتب خط النسخ أما خط الرقع فهو الخط الرقعي ظهر في أواخر أيام الدولة المثمانية وهو كالخط النسخي من حيث سهولته وسهولة قواعده ومن حيث كثرة الكتابة به ومثاله أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انظروا إليها عزيزات الطالبات طبعا في صفحة 90 ان شاء الله تجدوا كيف يكتب خط الرقع اثنين الكتابة الإبداعية عند الأطفال وأهدافها الإبداع أحيى قد أحيى الاهتمام في الخول الشائع بأن من أجل الحصول على أفضل تعليم فإنه من الواجب أن يحظى الأطفال بأقل قدر ممكن من التعليم والتلقين وأن يشجعوا بالقدر الممكن على الإبداع والاكتشاف هذا ليس جديدا على التربية بل نلمسه من خلال أقوال أفلاطون بحيث لم يرى نفسه معلما وإنما قابله طبعا قابله قانونية تعمل على تشجيع الآخرين على ولادة أفكارهم أما هارفورت سبينسر فقد قال بأن الأطفال يجب أن يعملوا أقل ما يمكن وأن يشجعوا أكثر ما يمكن على القيام بالاكتشاف والإبداع ومن خلال الدراسات والأبحاث عزيزات الطالبات على الإبداع فقد تبين أن هناك أكثر من معيار للحكم على إبداع الفرد في أي مجال تعليمي ولكن من أقوى المعايير هو نظرة ميد نحو الإبداع على أنه تلك العملية التي يقوم بها الفرد والتي تؤدي إلى اقتراح شيء جديد بالنسبة إليه وفروم أيضا يعرفه بأنه إنتاج شيء جديد يدرك وجوده الآخرين أما روشكا في عام 1989 فيرى الإبداع بأنه الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود إلى تحقيق وإنتاج جديد وأصيل وذي قيمة من قبل الفرد أو الجماعة أما في ضوء المحك السيكولوجي هو إنتاج لشيء جديد بالنسبة للفرد وهناك الكثير من التعاريف العملية الإبداعية والكتابة الإبداعية عزيزة الطالبة عند الأطفال لها علاقة إيجابية مع القدرة الفنية عند الطفل ويكشف عنها بمقياس والذي يتطلب من المفحوص يعني أن يقوم فعلا برسم أشياء من الذاكرة ويقوم برسوم أصلية يتم تدقيقها ضمن مقياس متدرج نوعية يعتمد على الألوان وتناسب الخطوط من الذاكرة ومن الواضح أن التفوق في المجال الفني مع أي حال يدل دلالة قوية على إبداع الطفل في الكتابة والمعلمون يمكنهم تطوير الكتابة الإبداعية عند تلاميذهم من خلال استخدامها كنماذج قوية في هذا المضمار واستخدام طرق وأسليب جديدة في تطويرها وتحسينها وبالتالي هذا يزيد من كتابة الكلمات الصحيحة وتثبيتها في إطار ذهني صحيح عند المتعلم ويساعده على زيادة مغزونه المعرفي وزيادة مغزون خبراته اللغوية والمعرفية وتحرره من قيود النصق العام للكتابة المستخدمة أما عن الحاجة إليها عند طفل الروضة فالكتابة الإبداعية هي شكل من أشكال التعلم عند المتعلم وهي تهيئ المتعلم للقراءة والفهم والإدراك وتزيد من مغزونه المعرفي واللغوي كما أشرنا سابقا ومن هنا فإن الطفل يكون بحاجة ماسة إليها وخاصة في مرحلة الروضة للاعتبارات التالية أولا تدرب الطفل على تنمية الحواس كحاستي البصر واللمس عفوا كحاستي البصر واللمس وتنمي لديه التآزل الحركي العضلي لدى الطفل ثانيا تنمي لدى الطفل القدرة الفنية الجمالية والتي تتجلى بالترتيب والنظافة استقامة الكلمات والخطوط ثالثا إتقان الكتابة عند الطفل تزيد من محصوله اللغوي والمعرفي وتدخل كمعيار للكشف عن الذكاء في مقياس الذكاء ومن البداهية فإن المعلم يدرك بأن تعلم الكتابة عند الأطفال وخاصة في مرحلة الرياض يرجع إلى الفروق الفردية بين الأطفال بمعنى أن لكل طفل سرعة معينة في اكتساب تعلم الكتابة حيث كشفت وحوث جنيز عام 1937 أن سن التهيئ لتعلم الأطفال الكتابة إنما يختلف عندهم باختلاف الظروف التي تبدأ فيها التعلم سواء كانت ظروفا بيئية أو وراثية وبالتالي فإن وظيفة المعلم هي تحسين الظروف البيئية للمتعلم مثل مراعاة أنواع الأدوات المستخدمة في تعلم الكتابة وهذا ما أثبته مور على أن نوعية الأدوات المستخدمة كما قلنا في الكتابة مثل الأقلام والفرش الجمع فرشاء والورق والطبشير وغير ذلك لها تأثير كبير على تعليم الأطفال المبتدئين كذلك التعزيز المستمر والفعال ومساعدة الأطفال الصغار في المنزل على عملية الكتابة تسرع من اكتساب الكتابة وإقرانها بنتائج إيجابية مرضي عنها كمشاهدة برنامج محبب للأطفال أو ذهاب الطفل إلى حديقة الحيوان أو سلوك اللعب ومن واجب المربي أن يختار الوقت المناسب لتعليم الكتابة ولا يجوز له اختيار وقت اللعب أو الراحة أو مشاهدة فيلم أطفال ليوظفوا في تعليم الطفل بذلك يصبح هذا التعلم عقابا للطفل وليس تعزيزا له أما الفروق الفردية الناتجة للورافة فواجب المعلم أن يراعي النطج الحركة للأطفال ومتى ضبطهم وسيطرتهم على توازنهم الجسمي والحركي قبل بداية هذا التعلم ولهذا ينبغي مراعاة جميع هذه الشروط لتهيئة الأطفال وإعدادهم للكتابة أما عن أشكال الكتابة الإبداعية في الحقيقة لا يوجد هناك شكل محدد أو معروف يمكن أن نعتبره من أشكال الكتابة الإبداعية بقدر ما هو إلا جهد تعليمي معين مرتبط أساسا بالسلوك الإبداعي الذي لدى المعلم وقدرته على إكسابه للأطفال في ممارسة الكتابة الإبداعية فهو يمكن للمعلم أن يملي على الأطفال بعض الأفكار والكلمات ويكتبها بنفسه على الصبورة ويطلب من التلاميذ إعادتها بنفس الصورة والشكل وبالتالي ينمي لديهم الكتابة الإبداعية ويمكن المعلم أن يكتب قصة قصيرة أو أشعار معينة ويطلب من الطلب إعادتها ولكن المقصود بتعليم أشكال الكتابة الإبداعية هو ليست إعادت الكلمة المكتوبة كما وضعها المعلم على الصبورة أو على الورق بل هو تنمية روح الإبتكار والإبداع لدى المتعلم من خلال التركيز على الأصالة والإبداع في شكل الكتابة والكشف عن أي شكل جديد الذي يفضي من خلاله معنا وجمالا خاصة للكلمة وكذلك تجيع التلاميذ على التفرد في الكتابة وقبول خيالهم فيها طبعا عزيزات الطالبات إلى هنا تنتهي المحاضرة التاسعة وإن شاء الله تعالى الآن يأتي دور التعيين والنشاط الإلكتروني مطلوب من كل عزيزات الطالبات أن تقمنا بإعداد خطة يومية يعني تحضير درس هذا الدرس أي كان تريد أن تخططوه أو أن تعدوه لكم مطلق الحرية إما في القراءة أو الأناشيد أو المحفوظات أو الخط أي درس ترغبون بتحضيره فالأمر لكم في أي مرحلة عمرية من الصف الأول حتى الصف الثالث إن شئتي للصف الأول أساسي أو الثاني الأساسي أو الثالث الأساسي طبعا هي عبارة عن كما درستم في التربية مبادئ التدريس وأساسيات التدريس وكيف نعد الخطة اليومية اليوم والتاريخ المدرسة، الحصة، الزمن، المكان هذا كنقاط تكتب في أعلى خطة اليومية ثم يأتي بعد ذلك المتطلب الأساسي اللي هو المقدمة وقياسه إما أن تكون من خلال قصة قصيرة أو سكتش مصرحي أو ربط الخبرات السابقة باللاحقة أو صورة الكتاب المدرسي أو وسيلة تعليمية أو ربط الحصة بموقف آني الموضوع مفتوح لكم أو أسئلة قصيرة تدور حول الموضوع أو أسئلة تكتب على الصبورة سريعة واختيارية أو صح خطأ أو يعني هكذا ثم يأتي دور كما قلنا الأهداف والأهداف يجب أن تكون ما بين الأهداف المعرفية والأهداف النفس حركية والأهداف الوجدانية ضروري أن تكون الأهداف متنوعة ثم نأتي يعني الهدف المعرفي كأن نقول مثلا أن يقرأ التلميذ الدرسة قراءة جهرية مثلا لما نأتي إلى الهدف المعرفي لعلاقة بالعقل طب الهدف النفس حركي أن يكتب أو يجيب التلميذ ها بنقول يا إما أن يكتب أو أن يجيب أن يجيب التلميذ عن أسئلة للدرس على كراسته الصفية على سبيل المثال يجيب في حركة أما الهدف الوجداني أن يحترم رأي زميله يعني دون مقاطعة على سبيل المثال بعد ذلك يأتي دور الوسائل التعليمية حسب ما تستطيع أن تستخدميه في الحصة من طباشير ملون من يعني السبورة من مؤشر من جهاز عرض الشفافيات جهاز عرض الشرائح الالسي دي استخدام الباوربوينت فيه المجسمات البطاقات اللوحات اللوحة الوبارية اللوحة المغناطسية اللوحة القلاب الصندوق الرمل اللوحة الكهربائية الألعاب التربوية ما شئتي من الوسائل التي طبعا إحنا أخذنا فاصل كامل عنها برضو تأخذوا بالكم منها ثم يأتي دور الأهداف التي إن شاء الله ستشتاق كما قلت هذه الأهداف تحدثنا بها قبل المقدمة وهذه الأهداف حبدة لو قمنا باشتقاقها هي وعنوان الدرس من أفواء الطلاب كأن نقول لهم ماذا تتوقعوا أن نحقق أهدافا لحصة اليوم على سبيل المثال ثم نأتي إلى دور الأنشطة والخبرات يعني خلينا أجبلكو هدف مثلا أن يقرأ التنميذ الدرس قراءة جهرية يعني كيف نبدأ حق هذا الهدف في الأنشطة والخبرات بنقول يعني يبدأ المعلم مثلا بقراءة الدرس قراءة نموذجية يفترض أن يحكيها الطلاب على أن تبدأ بالمجيدين يقرأ المعلم ثم يعرض الوسيلة التعليمية المذياع ثم يبدأ بالمجيدين فالمتوسطين فالضعاف حتى يعني كثرة التكرار للقراءة الصحيحة تثبت القراءة السليمة في وجدان الأطفال جميعا بعد ذلك ننتقل إلى التقويم يعني ملاحظة صحة القراءة على سبيل المثال أو إذا كان الهدف يعني يحتاج إلى تقويم يعني كتابي بنكتب مثلا ضع صح أو خطأ أو أكمل الكلمة أو عدل الصواب أو اختيار متعدد وهكذا دولي ثم طبعا نوظف الوسائل التعليمية أثناء الحديث بعد ذلك نأتي إلى اللي هو النشاط البيت الواجب البيتي يجيب عن أسئلة الكتاب المدرسي وتحدد له مثلا السؤال أو جايب أنت تأتي بسؤال وتدونه على الصبورة وتقول له للطالب أن هذا واجب بيتي ثم ننهي بمهارة الغلق اللي هو من خلال لعبة تربوية طالبتين مثلا عبارة عن صحافة أو مذيع تلفزيون أو مذيع مواطن ماذا تعلمنا من الدرس وتبدأ باسترسال الحديث عن الغلق لهذا الدرس من خلال بطاقتين طالبتين متميزتين إذن هذا الخطة عزيزات الطالبات يجب أن تكتب في أسفل الفيديو المصور للمحاضرة الإلكترونية هناك أيقونة والتعيينات صوتية وليست كتابية أقول التعيين في نهاية المحاضرة بصوتي فاستمعوا جيدا المحاضرة ودون السؤال على ورقة ثم ابدأوا بحل هذا السؤال والنشاط لأن العلمات ستكون كما ورد لذهني في النشاط والنصفي ستكون على الأعمال الكتابية كما ورد لي وإن شاء الله الأيام كما ورد لي مبدئيا وليس نهائيا لأن قول الفصل لدى الجامعة والشؤون الأكاديمية ورئاسة الجامعة طبعا إن شاء الله مرة ثانية التعيينات الصوتية وليست كتابية استمعوا لنهاية المحاضرة بعد أن تستمعوا لها جيدا اقرأوا من الكتاب وازنوا بين الكتاب وبين المحاضرة إن شاء الله تعالى تثبت المعلومة نحن معكم لن نخذ لكم سنكون صمام الأمان لكم سنأخذ بيدكم لتصلوا إلى إن شاء الله بر الأمان وبر السلام والتميز بإذن الله تعالى ما استطعنا من ذلك سبيلا إلى هنا عزيزات الطالبات تنتهي المحاضرة التاسعة على أمل اللقاء إن شاء الله في أوقات يختفي فيها هذا الوباء وهذا الفيروس الأشر الكورونا وأن تكونوا منعمين بالصحة والسلامة وعافية الأبدان إلى هنا تنتهي المحاضرة التاسعة استودعكن الله طالبات العزيزات الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء في الجامعة على مقاعد الدراسة إن شاء الله وفي محاضرات إلكترونية قادمة السلام عليكن ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة